بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشانه وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله أدى إلى رضوانه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين حياكم الله إخواني ومشاهد الكرام في برنامجكم رب يرجع ولازل نتكلم عن السير في الرحلة إلى الدار الآخرة إلى يوم القيامة إلى ما فيه من أهوال ومواقف عظيمة سيقفها كل إنسان لا حتم ولا ريب بل هو يقين وهم مقتضى قوله صلى الله عليه وسلم حينما سئل عن الإيمان قال وَإِنْ تُؤْمِنَ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ وَالْيُومِ الْآخِرِ وَتُؤْمِنَ بِالْقَدَرِ خِيرِ وَالشَّرِهِ هذه من مواقف الإيمان باليوم الآخر من المواقف العظيمة التي تكون في ذلك اليوم اليوم العظيم يوم القيامة يوم الصاخة يوم الجاثية يوم الطامة الكبرى يوم الزلزلة يوم القارعة إلى ذلك من الأسماء الحق والواقعة فهذه من المواقف العظيمة التي تكون فيها هي شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم في أهل الموقف و هي من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم شفاعته حتى يقضي الله عز وجل بينهم يوم القيامة و يؤمر به كما أمر الرب عز وجل بما يشاء و هذه آيات و كرامات للنبي صلى الله عليه وسلم هو مقام شرفه الله عز وجل به و الدليل الخصوصية ما جاء في الحديث الذي رواه البخاري و مسلم الحديث جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال و أعطيت خمسا لم يعطهن أحدا من الأنبياء قبل و أعطيت خمسا لم يعطيها أحدا من الأنبياء قبلي قال نصرت بالرعب مسيرة شهر النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يأتيهم بشهر إذا في القلوب التي تريد مقاتلته أو عداءه فإذا هي بالرعب و الخوف و الوجل خائف قلوبهم ترتجف نصرت بالرعب مسيرة شهر و هذه من خصائصي عليه الصلاة والسلام قال و اجعلني الأرض مسجدا و طهورا فأيما رجل أدركته الصلاة فليصلي كان في الأمم السابقة الصلوات عندهم لا تكون إلا في الصوامع أو في بيوتهم أو أماكن خاصة فقط في العبادة أما نحن أمة الإسلام فعندنا المكان كثير و في الحديث و جعلت لي الأرض مسجدا و طهورا فأيما رجل أدركته الصلاة فليصلي يعني أي إنسان يأتيه وقت الصلاة في بر في طريق في طائرة ما يستطيع ما عنده مسجد يصلي فيه فإن الأرض كلها طهورا يستطيع يصلي فيها ما شاء الله عز وجل في أي مكان إلا في أماكن قد نهى الشرع عنها كالمقابر و كمكاني القذرة ثم جاء أيضا في ذلك الحديث قال و حلت لي المغانم و لم تحل لأحد قبلي لأن قبل إذا كان هناك معارك في الأمم السابقة عند اليهود أو النصارى أو الأنبياء الذين قلنوا قبل يأخذون هذه الغنائم و يضعونها على جبر ثم تأتي الصاعقة فتضربها فتحرقها دليل على قبول الله تبارك و تعالى لهذه الغنائم أما نحن ممثل السلام فمن الله عز وجل علينا بأن نقتسم هذه الغنائم كان هناك معركة بين مسلمين و كافرين و قال عليه الصلاة و السلام و أعطيت الشفاعة و هي المقام المحموبة كان النبي صلى الله عليه وسلم يبعث كل نبي يبعث إلى قومه خاصة و أبعثت للناس عامة و هذه من خصائصه عليه الصلاة و السلام أنه بعثه الله تبارك و تعالى للناس جميعا أبيضهم أسودهم وأحمرهم يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا الجميع بل بعث النبي صلى الله عليه وسلم للإنس و للجن عليه الصلاة و السلام و هذه من خصائصه فكانوا ممن مضى من الأنبياء كانوا يبعثون إلى قومهم خاصين فقط إلى أهل بلدة معينة إلى قبيلة معينة أما النبي صلى الله عليه وسلم كانت دعوة شاملة لجميع المكلفين فيدعوهم بدعاية الله عز وجل أن اعبدوا الله و اجتنموا الطاوة لا تشركوا بالله شيئا اعبدوا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون و اعطي النبي صلى الله عليه وسلم ما الشفاعة و هي الشفاعة العظمى التي تكون يوم القيامة لراحة أهل الموقف من ذلك اليوم في ذلك اليوم العصيب الذي كان مقدار خمسين ألف سنة الناس قيام و العرق يلجمهم الجام فيتون إلى النبي صلى الله عليه وسلم و اشفى على نا عند ربك و جاء أيضا في المسند من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أعطيت خمسا لم يعطهن نبي قبلي و لا أقولها فخرا يعني أنا لا أريد أن أتكبر و أتفاخر عليكم و أعطيت الشفاعة قال فأخرتها لأمتي فهي لمن لا يشرك و هذا من باب التحدث أيضا بنعمة الله قال فيها من لم يشرك بالله شيئا إذن إخواني إذن الشرك مرتعه و خين كيف تطيب نفسه لمرئ مسلم يؤمن بالله و رسوله أن يصرف شيئا من العبادات لغير الله عز وجل أليس الله الخالق أليس الله الرازق أليس الله المدبر أليس الله المحي أليس الله المميت أليس الذي بيده أزمة الأمور إذن لماذا ندعو غير الله لماذا نذبح لغير الله لماذا ندعو غيره و نفعل أي شيء من العبادات التي لا تكون إلا لله نرجو غيره نطلب غيره قال عز وجل قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول مسلم فصلاتي ودعائي وذبيحتي وصلاتي وإيماني واعتقادي كله في عبادة رب العالمين وتوحيده سبحانه وتعالى ألا لله الدين الخالص فلا جل وعز يقبل من الأعمال إلا ما كان خالصا له عز وجل أنا أغنى الشركاء عن الشرك ما جاء في الحديث من أشرك معي غيري تركته وشركه فالمشركين حالهم إلى ضلال ومأواهم إلى خسران ونار والمؤمنين والموحدين المخلصين لرب العالمين مآلهم إلى جنة وإلى سرور وحبور وإلى سعادة أبدية جعل الله وإياكم من أهل سعادته ومن أهل توحيده المخلصين له سبحانه وتعالى الله أسى جل وعز يوفقنا وإياكم لطاعته وقربته إنه سبحانه سميع قريب ومجيب الدعوات واخر دعوان الحمد لله رب العالمين وصلي اللهم على ربينا محمد وآله وصحبه أجمعي ترجمة نانسي قنقر